ميس الحربي، مساء الخير ميس مساء الورد أنجي إذن الحكومة الشرعية تطالب كثيرا بإدراج ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية ونها أحد أضرع إيران في المنطقة ما حيثيات الطلب هذه المرة ميس؟ بالفعل أنجي طلبت طبعا الحكومة اليمنية المجتمع الدولي على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني طلبت بالتعامل مع ميليشيا الحوثي كميليشيات طائفية وشددت على أنه ليس منطقيا عدم التعامل معها كأحدى الجماعات الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني والمدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية ففي العراق ثلاث ميليشيات طائفية موالية لإيران على قائمة الإرهاب وهي حزب الله العراقي كان زعيمها أبو مهدي المهندس قبل أن تستهدفه واشنطن أيضا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي ميليشيا الجباء بزعامة أكرم الكعبي وفي لبنان أيضا أدرج حزب الله بزعامة حسن نصر الله على القائمة وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحاته قال إن التعامل الحوثي بات مكشوفا وارتهان لنظام الملالي في إيران معلنا بعد تعيين الضابط في فيلق القدس المدعو حسن إيرلو حاكما عسكريا لصنعه أيضا الإرياني رد على من ربط بين خطوات تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وأفق الحل السلمي للأزمة اليمنية وأكد على استغرابه من الربط الذي اعتبره غير دقيق لأن الميليشيا أعاقت طيلة ست سنوات جهود المجتمع الدولي وتحركت كأداء إيرانية لتنفيذ سياسة الإرهاب في المنطقة أنجي طب هل من أصداء حول عزم الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية إصدار قرار باعتبار ميليشيا الحوثي إرهابية وهل هناك توافق حول هذا الأمر داخل الإدارة؟ أنجي منذ أعلان وزير الخارجية مايك بومبيو قرار إدارة ترامب أو عزم إدارة الرئيس الأمريكي ترامب القيام بتلك الخطوة قبل نهاية ولاية تواترت الصحف الغربية تعلق على الحدث وتتحدث عن اعتبارات إنسانية بالحديث عن واشنطن بوست وهي التي لها علاقة مضطربة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب كان أحد عنوينها اليوم بأن خطة الولايات المتحدة لتصنيف الحوثي بالإرهابيين تثير مخاوف من وقوع كارثة إنسانية سرد هذه المخاوف الصحفية ميسي راين وأيضا زميلها الصحفي جون هادسون تناول الخطوة الأمريكية المرتقبة في ديسمبر وتحدث عن وجود خلافات في الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف ميليشي الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية أيضا اليوم مصادر تحدثت أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضا استثناء العاملين في المؤسسات الإغاثية من تجريمهم لتعاملهم مع الحوثي في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية ولن تشملهم العقوبات التي ستطال أي أطراف أخرى تتعامل مع الحوثي الذي سيصنف قريبا إرهابيا أنجي شكرا جزيلا لك يا ميس أهلا وسهلا